القناة الرسمية لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي نشرت فيلم تسجيلي من إنتاج إدارة شؤون المعنوية للقوات المسلحة عن القوات البحرية وده بالتزامن مع احتفالات عيد القوات البحرية 57 تحت عنوان عمالقة البحر وقالت القوات المسلحة في الفيديو أن رجال القوات البحرية لا يهبون الموت ولا يترددون في تقديم أرواحهم فداء للوطن مؤكدة أنهم يتمتعون بالمهارات والجهزية والاستعداد القتال العالي مع نقلة نوعية في منظومتهم التسليحية وقدرتهم القتالية لمجابة التحديات الأمنية وحماية ثروات مصر الطبعية على امتداد مياهنا الإقليمية رجال لا يهبون الموت ولا يترددون في تقديم أرواحهم فداء للوطن حين تراه تدرك جيداً قسن إعدادهم يتمتعون بالمهارات والجهزية والاستعداد القتالي بنقلة نوعية في منظومتهم التسليحية وقدرتهم القتالية لمجابة التحديات الأمنية وحماية الثروات مصر الطبيعية على امتداد مياهنا الإقليمية إنهم رجال القوات البحرية المصرية عمالقة البحار تاريخ مضيق يرجع بدايته مع بذوق فجر مصر الحديث ابان حكم محمد علي لتتنامى القوة البحرية المصرية واستروح بطولية تناسب دور مصر الإقليمي خروب مصر المعاصرة سجل حافل بالروائع القتالية لرجال البحرية المصرية كان أبرزها تلك التي أعقبت حرب يونيو عام سبعة وستين حين أغرقت لنشات الصواريخ المصرية المدمرة الإسرائيلية إلى يوم الحادي والعشرين من أكتوبر عام سبعة وستين والتي اتخذته القوات البحرية المصرية عيدا لها دور تاريخي للقوات البحرية المصرية في تحقيق النصر المبين في حرب أكتوبر عام الف وتسعمائة وثلاثة وسبعين ويشرق فجر جديد وفي أعقاب ثورة الثلاثين من يونيو عام الفين وثلاثة عشر شهدت القوات البحرية المصرية المزيد من القفزات النوعية في التسليح وذلك بانضمام العديد من المعدات والوحدات البحرية وفق أحدث نظريات التسليح العالمية بما يعزز تنفيذ المهام القتالية لحماية مياهنا الإقليمية على كافة المحاوري الاستراتيجية هذا بالإضافة إلى الاستفادة من القدرات الفنية لقواتنا البحرية في تصنيع العديد من الوحدات البحرية بأياد مصرية سمعة عالمية ذهبية وثقل إقليمي أدى إلى سعي العديد من القوات البحرية الشقيقة والصديقة للقيام بالعديد من التدريبات المشتركة للاستفادة من الخبرات القتالية لقواتنا البحرية ومنها كما تم تنفيذ العديد من التدريبات العابرة مع بعض الدول الصديقة بين ماضٍ عريق وحاضرٍ مجيد يحق لمصر أن تزهو بقواتها البحرية حماة السواحل المصرية الذين يبذلون أقصى درجات التفاني في العمل لتبقى قواتنا البحرية دائمة قوية حديثة قادرةً على حماية أمن الوطن ومنجزات شعب مصر العظيم ولتكون وبحق نجماً ساطعاً في سماء الوطن